التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 أهمية وجود خطط تمويلية بهدف التكيف مع التغيرات المناخية وأضاف شكري خلال جلسة مبادرة السعودية الخضراء أن الدول الأفريقية تفتاهم بنسبة انبعاثات تمثل 4% فقط ولكنها تأثرت كثيرا بكل الأحداث المناخية التي حدثت في الفترة الأخيرة لافتا إلى أهمية التمويل في توفير فرص للتخفيف والتكيف المناخية قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي أن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الحيوية في مدينة خيرسون الجنوبية قبل الانسحاب مضيفا أن السلطات المحلية بدأت في إعادة الاستقرار للمدينة وأشر زلنيسكي أن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من 60 تجمعا سكانيا في منطقة خيرسون وشدد على أن الشرطة اتخذت إجراءات لتحقيق الاستقرار أفتا إلى أنه تم التعامل حتى الآن مع ما يقرب من ألفين لغم وفخ وقذيفة غير منفجرة أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية شن 11 غارة جوية على مواقع القوات الروسية مستهدفة على وجه القصوص ثلاث أنظمة دفاع جوي روسية وقال تهيئة الأركان في بيان إن وحدات من القوات الدفاع قامت بإجراءات إحلال الاستقرار في المناطق السكنية التي تمت السيطرة عليها بمنطقة خيرسون وتبعت أنه في الوقت ذاته تقوم القوات الروسية بتحسين معدات التحصين للخطوط الدفاعية على الضفة اليسرى لنهر دينيبرو قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي فرشنين إن موسكو تعتزم مواصلة المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب وأضف فرشنين إن موسكو تعتبر أن المشاورات التي تم إجراؤها في جنيب كانت إيجابية مشيرا إلى أن جلسة مشاورات أخرى سيتم معقدها قبل نهاية هذه السنة وبحسب فرشنين فإن المشاورات نقشت تنفيذ الاتفاقات الخاصة بصدرات الحبوب التي تم التوصل إليها في 22 من يوليو الماضي مشيرا إلى أن المذكرة التي تم توقعها بين روسيا والأمم المتحدة بشأن ضمان وصول المواد الإغذائية والأسميد الروسية إلى السوق العالمية وما يعرف كذلك بصفقة الحبوب التي تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانين أوكرانية قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل استقالة مفاوض الجمارك وحماية الحدود كريستوفر ماجنوس وجاء بيان البيت الأبيض بعد يوم من أعلان وسائل الأعلام الأمريكية أن ماجنوس طلب منه الاستقالة أو إقالته في إشارة إلى التوترات داخل إدارة بايدن بشأن العدد القياسي من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية المكسيكية خرج الألاف من المواطنين في ألبانيا في تظاهرات احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد كانت التظاهرة السلمية في أغلبها ولكن في النهاية تجاوز البعض صفوف الشرطة ورش بعضهم أطلاء أحمر على الأبواب الرئيسية للمبنى الحكومي وأشعل آخرون شموعا لإحياء ذكرى شخصين قتل برصاش الشرطة في السنوات الماضية هذا وشهدت ألبانيا ارتفاعا في أسعار السلع بنسبة 8% هذا العام خاصة بالنسبة للأغذية الأساسية والوقود في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا عزز فريق أرسنال صدرته للدورة الإنجليزية الممتاز بفوزه على مضايفه والفرهامبتون بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمري المسابقة سجل هدفي أرسنال لعبه النرويجي مارتين أوديجارد ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 37 نقطة في صدارة الدورة الإنجليزية بفارق خمس نقاط عن منشستر سيتي صاحب المركز الثاني بينما ظل ويلفر هامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد عشر نقاط نهاية موجز التساع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفوصل